اشتركوا في القناة بسم الله الرحمن الرحيم شكرا للاستضافة تحية لك ولمستمع الكرام بداية أخي الكريم نعتقد أنه بداية السبعينات منذ ولادة هذه الدولة وفي الصباح وفي العشي تم الانقلاب من ذلك الانقلاب إلى الآن وقطر مع الأسف ليست دولة إلا في الشكل أما في المضمون ليست دولة مع الأسف وخصوصا من بعد العام 95 وبالتالي كل ما حصل خلال هذه الفترة 21 أو 22 عام كانت تعمل بكل طاقتها للعمل على ضد مصالح الشعوب والقيادات العربية والإسلامية ويجندي مجند بكل قوة من قبل الأعداء مع الأسف الآن أنا أرى أنه شكل الدولة حاليا هي القيادة غائبة لا تملك إرادة ولا سيادة الشعب في سجن كبير العصمالية مسيطرين على الأرض إذن مرتكزات الدولة الثلاثة الشعب والقيادة والأرض ليست ليست بشكل الذي يعطي للدولة القيمة الحقيقية ومع ذلك خلال العشرين سنة الماضية التسامح كان موجود والحكمة كانت موجودة والشعب القطري جزء من الشعب الخليجي مثل ما حصل في عام 2013 و2014 ونقضهم للعهود والمواثيق أيضا وجدناها خلال اليومين الماضية وجدنا أنه عندما كان سمو الشيخ صباح مع الرئيس الأمريكي في واشنطن أثناء المؤتمر الصحفي وأعلن وهو رئيس دولة ووسيل دولي معترف فيه عالميا أعلن بقبول القيادة القطرية للمطالب الثلاثة عشر وبعد ساعة كاملة خرج علينا وزير خارجية قطر ونفى كل ذلك بل قال أنها أصبحت من الماضي وتمس السيادة كل مطلب واحد يمس السيادة القطرية ثم تفاجأنا في اليوم الثاني والحقيقة كان هناك تفاؤل من الجميع أنا شخصيا لم أكن كذلك أنا أرى ذلك عبارة عن تبادل أدوار بين تميم والحمدين إذا كان الشيخ حمد يمسك بزمام الأمور في دولة قطر الشكلية فهو مسؤول عما يحصل وإذا كان غير كذلك فما جدوى وما مشروعية الجلوس على طاولة الحوار أنا أعتقد أنه اسمه سيدي الأمين محمد بن سلمان وكما قال معالي نايف وزير الخارجية الإماراتي طالما الموضوع في يد محمد بن سلمان فهي في يد أمينة أنا أعتقد أنه لن يضع يده في يد تميم وتميم لا زال لم يسيطر ولم يمتلك زمام المبادرة والمبادئة لدولة مثل قطر وجلوس على طاولة الحوار هو مجرد تضييع للوقت وبيع للوهم مع الأسف وتعودنا مع الأسف التدليس والكذب من قطر وهذا يثبت أن أدعاءهم بأنه كان اختراق لوكالة الأنباء القطرية في السابق قبل خمسة ستة قبل عدة أشهر أنه ما حصل من وكالة الأنباء القطرية حاليا أيضا ليس اختراق إنما حقيقة وهناك تدليس وتابعنا الإعلام القطري وبالذات قرات الجزيرة وما تم ثم إلغاءهم للتعليق على ذلك برنامج بعد أن وصلوا رسالة التدليس والكذب إلى الجمهور ثم انتقلوا إلى مواضيع لها علاقة بالتسهيس الحج وخلافه هذا ما تعودناه مع الأسف من القيادة القطرية وأنا أعتقد أنهم يذهبون إلى المجهول أنا أعتقد المتضرر الوحيد في هذا الموضوع هو الشعب القطري الشقيق الذي ينظر بالريبة والخوف إلى مستقبل المجهول وإلى انتكاسة قد تؤدي فيه إلى أن يصبح مع الأسف مثل الشعب العراقي أو السوري أو الليبي أو اليمني أو الإيراني أو الأفغاني أو الصومالي أو خلافه مع الأسف والتي كان لقيادة قطر دور في هدم وتمزيق خرائط هذه الدول نعم سيد حسن نتحدث عن هذا التأثير قليلا وربما المواقف السلبية تواصلت إلى المكالمة الأخيرة في اعتقادك إلى أي مدى أثر هذا السلوك السياسي الذي يتبعه النظام القطري منذ أعوام سواء على الرأي العام القطري أو على محيطه الخليجي أو حتى على مستوى المجتمع الدولي الحمد لله نتغير الوعي والثقافة الجمهور الآن وأدرك الجميع أن الإعلام القطري كان دراع مهم لتمرير مثل هذه الرسائل المشؤومة والسياسات وما كانت قطر موكل إليها أن تقوم فيه وكانت سلاح قوي وفعال جدا مع الأسف واستثمر فيها العقول الخبيثة والعقليات أيضا الإعلامية القادرة على التأثير والإعلام إذا لم يكن مؤثر فهو مبرر لكن مع الأسف كانت قناة الجزيرة خلال 20 سنة الماضية استطاعت أن تؤثر ولكن الآن مع الأسف سقطت وإلى مزبلة التاريخ العالم لم يعد العالم العربي وبالذات الشعوب الخليجية تدرك حاليا أن قناة الجزيرة انكشفت سواءتها ولا يمكن تصديق أي خبر منها حتى وإن كان حقيقة لا يمكن نثوق فيه لدينا قنواتنا الآن ولدينا إعلامنا حتى المستوى الشخصي استطاع الإعلام السعودي والبحريني والإماراتي خلال أقل من 10 أيام من إرجاع قناة الجزيرة إلى الخلف خطوات كثيرة جدا والمستقية أصبحت لنا لماذا؟ لأننا نقول حقيقة بوضوح سياستنا واضحة استراتيجيتنا سليمة وبالتالي لا نقول إلا الحقائق الإعلام القطري مع الأسف بما فيه الإعلام الخاص لدولة قطر سواء تلفزيون قطر أو إذاعة قطر مع الأسف أيضا استطاعت أو اكتسبت خطة وسلوك قناة الجزيرة وأيضا السياسة القطرية أصبحت تعارض كما يعارض الشاعر قصيدة أخرى سياسة قطر أصبحت تعارض سياسة إيران بالضبط وكأنها الوجه الأخر لها نعم من الرياض المحلل السياسي العميد المتقاعد حسن الشهري شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك